وعن نائب عن محافظة البصرة بهاء جمال الدين رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى فتح تحقيق والإشراف عليه بشكل مباشر بشأن تجاوزات إدارية ومالية في المنافذ الحدودية جمال الدين وفي بينا له قال إن المنافذ الحدودية البرية والبحرية تشهد تجاوزات رهيبة على واردات الدولة مبينا أن هناك ملفات فساد ستحال إلى القضاء بعد استدعاء المدراء والمسؤولين عن الخروق من قبل لجنة النزاهة لافتا إلى أن المتهمين بالفساد في المنافذ الحدودية يتلقون الدعم من مسؤولين حيث يتم التغطية عليهم والتعتيم على المخالفات الكبيرة